سلام الله عليكم متتبعي قناة دروس دعم والتقوية الإبتدائي أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سيكون خاص بالحصة الرابعة للوحدة الأولى إذن في هذه الحصة سنجيب عن السؤال كيف أميز بين مختلف الأصوات الصفحة 13 من المرجع المفيد في النشاط العلمي للسنة الثانية من التعليم الإبتدائي الطبع الجديد نبدأ بالملاحظة دائما نلاحظ نلاحظ الصورة الأولى لدينا قطة تموء تموء من المواء والمواء هو صوت القط كلب ينبه إذن صوت الكلب هو النباح كلب ينبه ثم سماع أصوات مختلفة هنا لدينا أدن أو العضو المسؤول عن حاسة السمع هي الأدن إذن هنا نستعمل الأدن لكي نسمع مختلف الأصوات السؤال الذي سنضحه خلال هذه الحصة هو ما دور حاسة السمع في التعرف وتمييز أو التمييز بين الأصوات نكتب بين الأصوات علامة استفهام إذن سنقترح جواب هذا الاقتراح يسمى في النشاط العلمي بالفردية والتي تبدأ دائما بعبارة ربما لماذا؟ لأننا لم نتأكد بعد من صحة هذه الفردية سنتأكد من صحتها بعد إنجاز الأنشطة المتبتة على الكتاب في الفقرة أنجز يعني هنا سنقترح إجابة لهذا السؤال ما دور حاسة السمع في التعرف وتميز بين الأصوات إذن ربما من خلال حاسة السمع أميز بين أصوات مختلفة ربما من خلال حاسة السمع أميز بين أصوات مختلفة مختلفة إذن هذا الإفتراض هذا سنتأكد منه بعد إنجاز الأنشطة المتبتة على الكتاب نبدأ بالنشاط إذن النشاط الموالي أبرمج المنبهة والهاتفة قصد الحصول على رنين إذن هنا أبرمج سنعمر الفيق سنعمر الفيق سنعمر الفيق سنعمر الهاتف سننسمع للكاس ونقر الأسجاب سن نقر الكاس بالمسترة الكاس بعد بلاستيك نقر الكاس اذن سنضرب لكن سنبدأ بمختلف كلاس نقر إنكشف نستطيع في التصوات إذا ضربنا الكاس تقطع مميز قريب من لكن سيقوم نظر فقط أي الحال when ضروري سيكون صوت مختلف اميز بين الصوت الصوت ماذا؟ الصوت المزعج الصوت المزعج والصوت اللاطيف الهاتف يكون صوت مزعج الصوت مزعج النقر بالخشف والنقر بالبلاستيك اميزه او يختلف الصوت يختلف الصوت يختلف الصوت بين النقر بالخشب والنقر بالبلاستيك اذا من طبيعة الحال لا يكون لدينا نفس الصوت نمر الآن لكتابة الاستخلاص الاستنتاج انطلاقا من هذه التجربة اذا نكتب تمكن حاسة حاسة السمع من مدى من التمييز من التمييز بين عدة اصوات بين عدة اصوات بين عدة اصوات كما تسمح كما تسمح كما تسمح بالتعرف 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 على الصوت المزعج والصوت اللطيف نقص 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 اذا استعمل الكلمات التالية لملء الفراغات قويا مواء لطيفا خريرا الصورة الاولى لدينا قط كما تعلمون صوت القط هو المواء المواء اذا هنا لدينا مواء اتعرف مواء القط يسمع الطفل صوتا صوتا كما تلاحظون فالطفل تظهر عليه علامة الإعجاب بذلك الصوت يعني مرتاح لطيفا صوتا لطيفا صوتا لطيفا ثم اتعرف صوت الماء وهو يسمى خرير اتعرف خرير خرير المياه او الماء ثم اسمع صوتا قويا صوت الإسعاف يكون قويا ومرعبا إذن قويا اسمع صوتا قويا نمر الآن إلى معجم المصطلحات الكلمة ومقابلها باللغة الفرنسية إذن لدينا رانين صنغي صنغي رانين صنغي ثم لدينا عفوا مواء مواء هو صوت القط ميولمو ميولمو صنغي إلى هنا صديقائي صديقاتي نصل إلى نهاية هذا الفيديو نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة موسيقى 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 موسيقى